نجمة هوليوود أنجلينا جولي اتصدرت الترنت خلال اليومين اللي فاتوا بعد الحوار اللي عملته مع المخرجة السورية وعد الخطيب واللي نشرت منه جزء على صفحتها الخاصة بإنستجرام أنجلينا انتقدت حقوق الإنسان في العالم بشكل كبير جدا وقالت انها كذبة كبيرة وانها حاسة بإحباط كبير جدا من حالة التمييز والعنصرية اللي بيعاني منها العالم في مجال حقوق الإنسان وقالت انها اكتشفت الحقيقة الصادمة دي بعد حوالي 20 سنة من شغلها في المجال الإنساني وان الحقيقة القبيحة اللي بتحصل انه العالم ممكن يهاجم دول بسبب الجرائم ودول تانية لا كلام النجمة العالمية واللي كان دمنا فيلم تسجيلي لمخرجة السورية وعد الخطيب اسمه نحن نجرؤ أن نحلم أثار غضب كبير جدا من الصحف العبرية والانتقدتها بشدة ولكنه طبعا لقى تأيي كبير من العرب والأجانب وأنجلينا كانت انتقدت بقوة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر ونشر الصور للدمار الكبير اللي حصل في قطاع غزة واللي وصفته بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني